أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عدداً جديداً من سلسلة اتجاهات العالم تحت عنوان مستقبل الغذاء وأوضح المركز أن العدد يحتوي على أربعة أقسام جاء قسمه الأول تحت عنوان أسباب تغير أنماط الغذاء ليرض تأثيرات أزمات المناخ والجائحة والأزمة الروسية الأوكرانية بينما جاء قسمه الثاني تحت عنوان مستقبل اللحوم والألبان ليعرض أبرز بداء للحوم والألبان التقليدية وبين ذلك أيضاً القسم الثالث من العدد والذي جاء تحت عنوان الأغذية البديلة ليشمل آخر ما توصل إليه العالم من اتجاهات بالنسبة للحصول على البروتين من الحشرات الصالحة للأكل في حين ركز القسم الرابع من العدد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ودورها في مستقبل الغذاء توقف شكرا